لكلر طبعا يعني يحصل طب ويحصل كمان للعيبة لما قادوا الفرصة قدروا ان هم لا بيستعيدوا ليعقدهم وعافيتهم بشكل جيد يعني انا بشوف انه مارس الكولر هيستمر على نفس الشكل وهنشوف مفاجآت اكتر كمان خلال المباراة الجاية يعني المهم جدا بس في مباراة النادل اهلي الفترة الجاية انه يعمل زي ما عمل في مباراة طلاعة الجيش ده مش يكون متوفر في كل المباراة بس كل ما انت بتنهي المباراة مبكرا وبتريح نفسك بجول واثنين اللي بيحصل في شوت تاني بتدي اريحية المارس الكولر انبارح سحب منعم سحب مراوعة نعطيها سحب اكرم توفيق سحب كل النجوم اللي هم معتمد عليهم بشكل اساسي وبيلعبوا دايما مع النادل الاهلي وما بقاش في حاجة للدفع بأمام عشور كل ما انا بخلص مباراة بدري كل ما بريح اللي عيبة دي كل ما بدي فرص اكتر شفنا خالد عبد فتاح النهاردة بيقدم مردود كويس شفنا كريم فؤاد النهاردة بيقدم مردود مميز جدا في ناحية الهجومية قبل الدفاعية كمان فانت النهاردة كل ما بتاخد فرص كل ما بالعكس هتتشاف وتقنع مارس الكولر بالبقاء في الموسم الجاي مع النادل الاهلي اللي هيكون فيه منافسات اصعب نمر واحد مارس الكولر هيعتمد على الروتيشن في مباراة الجاية وظيفة لعيبة انهم ينفسوا تعلمات بشكل كويس جدا تنهي مباراة مبكرا قدر الامكان عشان تدي النفس لمارس الكولر انه يعدل فيه التشكيل براحته ما يبقاش مضغوط مع ضغط المباراة وخاصة ان انت فوزك بيه الاربع مباراة اللي هي الفرق عن بيرميدز هتلاقي نفسك انت بتتصدر بطولة الدوري بفارق لقطة واحدة وبالتالي ده برضو يريح ويديك اريحية اكتر طبعا خلينا اتكلم على جزئات الاختلاف يعني الاهلي في الاربع مطشط اللي فاتوا حسنا انه عارف مبدأ تكسب لا تلعب انا طبعا مش من محب المبدأ ده بس في اوقات بتبقى مضطرة انك انت ما بتدورش على الاداء انت عايز تخلص يعني زي ما محمد كان لسه بيقول انت كل تلات يام مطش فانا لسه هفكر في جماليات وخلصني وهات التلاتة بنتوا ايه واقلب المباراة فالسؤال هنا المعاناة يعني بس يعني المستوى اللي تقدم في الاربع مطشط اللي قبل كده سواء الداخلية فارقه والتحاد مختلف عن الشكل اللي ظهر بيه الاهلي مبارح اسباب ده ايه من وجهة او تفسيرك لده عبدالقادر هل الدوافع اللي موجود عند اللعبة اللي بتشاركش بقالها فترة ده ممكن يكون سبب هل ظروف المباراة هل المنافس يعني شايف ده ازاي هو طبعا يعني انا هزيد على الكلام اللي قاله محمد ان فكرة الضغط المباريات المتتالي على النادي الاهلي هو اللي بيجبر مارسل كولر انه هو يعمل روتشن او انه يعمل تدوير في اللعبين ان مش كل لعب هيلعب مطشين واربعد مفيش لعبة تلاقيه في نادي الاهلي بيلعب ثلاث مطشات واربعد في تسع او تمنت ايام او في اسبوع احيانا ممكن تحصل مش هتلاقيه ده بيحصل وبالتالي زي ما انت قلت بتحصل دوافع جديدة عند اللعبين يعني مثلا طاهر بقاله فترة طويلة ما بلعبش لما جات له فرصة انه يشارك عمل واحدة من احسن مبارياته مع نادي الاهلي بشكل عام نقل نبقى تغييره سابطة معاك ده اللي خلى مبارح النادي الاهلي يظهر بمظهر جاك جدا شوفنا قدي مثلا وسام بيثبت مرة تانية انه هو فينشار عالي جدا وانه هو مهاجم كان الاهلي مستنيه من فترة طويلة وبيثبت اقدامه طبعا لا هو واضح انه هو لأ وخلينا برضو ندي الكردت لأهله لانه التشيب انا كنت بقول انه التشيب العمل وطاهر احلب كتير جدا من لو كان نسجل ضربة الجزاء طبعا لا هي تمريرة حيلة جدا تمريرة حيلة جدا وتحرك وسام وتوقيت التحرك هو مهاجم كابتن ميم الشربين كان بيقولك موليد منطقة الجزاء هو وسام ده تقدر تقول عليه موليد منطقة الجزاء الهدف اللي جابه في دور الأبطال العرضية اللي حطاه على الطير لا كل حاجات دي بتقولك انه هو ده المهاجم اللي النادي الأهلي كان بيدور عليه بقى له سنين وهو دلوقتي موجود في النادي الأهلي لكن لازم طبعا يكون مارسل كولر يعد حد تاني يكون موجود معا عندنا كهرباء وطبعا بعد رحيل مودست أعتقد هيكون فيه بحث عن مهاجم ثالث يكون معاهم في الموسم اللي جاي لكن بشكل عام التحسن الأداء اللي حصل المبارح هو بسبب تجدد دوافع وبسبب وجود عناصر جديد عايزة تثبت نفسها لأنه انت كمان بتتكلم زي فترة الاختبارات اللي بتتعمل للنشئين في الأندية كده في الصيف دلوقتي تقدر تعتبالها فترة الاختبارات بالنسبة للنادي الأهلي لأن لعيبة كتير ممكن تكمل أو ما تكملش بسبب الفترة اللي هلعبوا بيها دي ما هو أنا مش جايبك لعا في نادي الأهلي علشان تبقى بس سعادة على الدكة وبتزود لي العدد في التمرين لأ انت جات لك الفرصة دلوقتي ان انت تشارك وتشارك وتحسن لي بطولة دوري بطولة دوري مهما النادي الأهلي لو كسب كسل عالم للأندي بطولة الدوري هي البطولة الأهم عند النادي الأهلي النادي الأهلي كسبان أكتر من ستين في المية من بطولة الدوري من ساعة ما تعملت لحد النهاردة وبالتالي هي البطولة المفضلة فإذا انت ما قدرتش تحسن لي بطولة الدوري العام فإذا ان انت ملكش مكان في النادي الأهلي وده اللي بيخلي كل لعب في النادي الأهلي دلوقتي يقدم يمكن أداء أفضل من الأساسيين كمان زي ما شفنا امبارح طبعا في مباراة أمس أمام الطلاقع وهنشوف أمام الدخلية وطبعا أمام بيرامدز هي مباراة القمة دلوقتي في الموسم الحالي أمام نادي بيرامدز الحاسم طبعا بطولة الدوري إن شاء الله للنادي المنافسة بين أهلي وبيرامدز السنة دي طبعا دي واضحة طبعا ولا متعاق حد ممكن لا صعب لأ انت الدوري في النهاية انت عندك جدوى لأصادك موضح إن بيرامدز في الصدارة نادي الأهلي مركز ثاني وفاوز بالمؤجلات يخليه يرتاقل للصدارة بيرامدز السنة دي مختلف ولا ظروف المسابقة هي اللي خدمته سؤال صعب لأنه بيرامدز إحنا كل سنة كنا بننتظر منه أداء كويس حتى في البطولات الأفريقية ولكن أنا أظن ممكن مع توالي السنوات ممكن تحصل يعني تطلع من النادي ده حاجة أحسن من السنوات السبكة لأنه كان عندهم كل الإمكانيات وعندهم لعيبة جمدة وعندهم فلوس وكل حاجة متوفرة ولكن دايما تظل لبص خلينا نكون واضحين يعني الكرة الجمهور يعني ما ينفعش كرة من غير جمهور أنا ما ينفعش نادي الدوافع اللي هتخلها اللعيبة هتخلها منين فلوس؟ لا يعني مهما ان كان مهما اديتلي اللعيبة مليارات مش هكون بنفس الدوافع بتاعة الدوافع الجمهور بتاع ضغط الجمهور أصلا اللعيبة بتحب تلعب عشان الجمهور إنت بتعمل فيلم ولا بتعمل مصرحية مو حاجة يتفرج عليه أجيب منين دوافع مهما أنا أديتك فلوس أنت أجيب منين دوافع فين رد الفعل فين الحد اللي بيهاجمني وفين الحد اللي بيدعمني وفين الحد اللي بيسقف لي لما بعمل كرة حالو كرة من غير جمهور ولا تسوف فبالتالي فكرة أنا أتمنى يعني أن في وقت من الأوقات يحصل تعديلات في القانون المصري بما يتيح الاستثمار في الأندية القطاع العام والأندية الحكومية ده يفرق كتير جدا في كرة القدم ودائما بنذكر مثال كده في إنجلترا مثلا أنت بتلاقي أنه ما فيش راعي بيخش لأكتر من نادي هو الراعي بيخش في النادي بس يعني مثلا ممكن نهاردة عندنا نادي بترجات بشركة بترجات هو بيلعب في السويس طب أنا عندي نادي منتخب السويس يعني نادي بترجات السويس يعني بما تصيغه في القانون بما يتيح الاستثمار في الأندية الشعب ملعبه بقى اسمه كذا في لاي امرت الزبط انت بتتكلم في سيتي ملعبه بقى اسمه كذا الراعي الرئيسي كذا بزبط فهوه هو ده أنا ما عنديش مشكلة واعتقد أن المستثمر كمان عشان تجربة تنجح محتاج محتاج جمهور ينفع تشتري جمهور مهما حطيت فلوس بزبط ينفع تشتري لعيبة زي ما انت عايز تشتري إدارات زي ما انت عايز ملعب جمهور بيخش الجمهور اللي بيخش الملعب ده زي تجربة تستاذ الاهل ان شاء الله تنجح وتكتمل يعني هيكون في مدحف هيكون في ستورز بتشتري منها تشيري سفونيرز رايح بتقعد في مطعم بتاكل بتخش الملعب معزز مكرم قاعد في مكانك كأنك داخل سيمة تبسط بالكرة وتخرج وتروح وتبقى تمام الصناعة كذا كملك يعني خاليني أسأل سؤال هل بنسبة كبيرة بما أنه احنا متفقين صح أنه المنافسة هل بنسبة كبيرة البطولة تحسن في المواجهتين 12 و22 ولا البطولة تستمر أو المنافسة تستمر حتى نهاية الموسم طبعا تحسن في المواجهة الأولى كمان من وجهة نظر بنسبة كبيرة لو النادي الأهلي قدر يكسب مباراة 12 يوليو خلاص أعتقد الأمور هتبقى والنفترض أن بيرامينز كسب مباراةه كلها بما فيها مباراة النهاردة اللي مش عارفين هتستكمل إزاي لسه مع اسموحها بعد شوية فالفرقة هيبقى نقطة واحدة لو النادي الأهلي خلاص مؤجلته لكن لو كسب بيرامينز هيبقى الفرقة 4 نقاط حتى لو رجع بعد كده خسر من بيرامينز الفرقة هيرجع تاني نقطة والنادي الأهلي يقدر يكمل طبعا مسيرته لو النادي الأهلي يخاد 4 نقاط من المواجهة أعتقد الأمور تبقى يعني في طريق النادي الأهلي انه يكسب البطولة ودي طبعا هتبقى صدمة كبيرة البيريامينز اللي بيحاول من أول بطولة وزي ما أنت قلت أنا شايف أن الظروف فعلا خدمت نادي بيرامدز نادي بيرامدز ما اختلفش كتير عن الموسم اللي فاتوا اللي قبلوا ما شفناش عناصر جديدة قوي بالعكس ده فقط عناصر مهمة من السكواد الرئيسي بتاعه منهم رمضان صبحي منهم عبدالله السعيد منهم لعبة كانوا مؤثرين في مشوار بطولة الدوري لكن اللي خدم نادي بيرامدز هو غياب النادي الآلي زي ما النادي الآلي خسر بطولة الدوري قبل كده مرتين بسبب أنه عنده مؤجلات كتيره بسبب أنه منشغل في بطولات يمكن أهم على المستوى القاربي والمستوى الدولي يرجع يلاقي نفسه مضطر زي ما كولر كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي قبل الأخير أنه هو بيلعب 20 ماتش في شهرين وطول السنة بيلعب 14 ماتش فالضغطة دي هي اللي بتخسر نادي الآلي البطولات النادي الآلي لو بيلعب في ظروف طبيعية بيلعب ماتش كل أسبوع زي كل الأندية التانية هتلاقي نادي الآلي بيعمل أرقام كاسية زي ما حصل قبل كده ياخد دوري بالهزيمة بياخد دوري بأرقام خزعبلية زي ما منشير سر سيتي مثلا عمل في الدور الإنجليزي وخد مئة نقطة ورجع خد حاجة وتسعين هتلاقي الآلي بيعمل كده لو في انتظام في المسابقة وفي انتظام في بطولة الدوري وإنت بتلعب أفريقيا وكاس عالم وهتلعب كاس خراط وكاس عالم بشكله الجديد سوبر أفريقي وبتاخد دوري أبطال كل سنة حابب أكتر أن البطولات المحلية تبقى بالسهولة دي تبقى بمستوى ده حتى لو كان بيرامز بينافس السنة دي وحتى لو كانت زمالك بينافس قبل كده